هنروح لكرة اليد سيدات داخل النادي الاهلي الفرقة بتلعب بطولتين بطولة القاهرة بتلعب لها مباريات كل اسبوع وايضا بتلعب مباريات في الدوري العام الفريق كان بيلعب البنك الاهلي مباراة بارح في بطولة القاهرة واستطاعوا ان هم يفوزوا بفرق كبير 36-17 والمباراة لعبت على صالة الامير عبدالله الفصل بمقر النادي الاهلي في الجزيرة فرقتنا في نفس البطولة فازت مطشين فازت على الزهور والطيران في بطولة القاهرة إنما في الدوري الموضوع مختلف زي ما حضراتكم عرفتم في الدوري كان عندنا 18 فرقة وتم تسعيد منهم 5 فرقة بس منهم سبورتينج سموح الشمس الزمالك التهيران 6 أنا آسف سبورتينج سموح الشمس الزمالك التهيران والأهلي يعني 5 غير الأهلي هنلعب معهم رايح جاي وبعد كده هيبقى ياخدوا أول أربعة يطلعوا يلعبوا دورة مجمعها يحدد فيها البطل ولكن انت طالع بنقاط هتطلع بنقاط الأول ياخد كذا والتاني ياخد كذا يعني انت الماتشات اللي جاية برضو ماتشات مهمة خلاص انت الدور اللي فات عشان تتأهل خلص الدور ده أو الماتشات اللي رايح جاي هتتأهل الدورة مجمعة الأخيرة بنقاط مش عفل الأول هياخد نقطتين أو الأول هياخد نقطة ونص نقطتين نقطة ونص نقطة وبعد كده نص نقطة هيبقى فرق نص هتقولي نص نقطة تفرق أب تفرق يعني ممكن توصل لماتش يقولك لو تعادلت او كسبت تاخد البطولة لو خسرت يعني بيبقى ليها النص نقطة دي بتيجي في الاخر وبتفر جدا فاذا احنا عندنا ان شاء الله في بطولة القاهرة نتمنى التوفيق لفريق كرة اليد سيدات وايضا في بطولة الدورة عندهم بطولتين مهمين جدا وبعد كده هنشوف بقى موضوع الكأس ايه ونتمنى ان شاء الله عودة الدورة والكأس السنادي باذن الله لهذا الفريق اللي حقيقة اكبر فرقة في مصر كرة اليد سيدات حاصلة على بطولات محلية هذا الفريق ولكن هو كان بيمر بتغيير جيل وبيمر ايضا باصابات وتغيير يعني لعبة وتغيير جهاز فني يعني الموضوع كان في هزة شوية ولكن كلنا ثقة في اللاعبات ان شاء الله يعني اداروا يرجعوننا الدورة والكأس السنادي باذن الله